هل رأيت الطالب الجديد؟ هتفت نجوة بالعبارة في شغف واضح ويتصفق بكفيها كعادتها كلما بلغ حماسها ذروته مدى جاهلة أنها تقف في ساحة الكلية فتطلعت إليها صديقتها مروى في حيرة متسائلة وماذا عنه؟ مالت نجوة نحوها وأطل الإنبهار من ملامحها وصوتها وهي تجيم إنه أشبه بنجوم السينما يا إلهي ما أشد وسامته اتسعت عين مروى في دهشة حقيقية مع كل ذلك الحماس المبهور الذي يتفجر من كل خلية من خلايا صديقتها وأثار هذا فضولها إلى أقصى حد فوجدت نفسها تتساءل في اهتمام شديد أين هو؟ أشرت نجوة بإبهامها إلى ما خلف ظهرها مجيبة بنفس الحماس في حجرة شؤون الطلاب يسجل أوراق التحاق تسألت مروى في دهشة التحاق إننا في نهاية العام تقريبا أو مأت نجوة برأسها موافقة وقالت أعلم هذا ولكنهم يقولون إن ظروف والده هي التي جعلته يصل متأخرا هكذا فهو سفير في إحدى دول أوروبا على الأرجح وزميلنا الجديد كان يدرس هناك ثم عاد والده إلى الوطن فنقل أوراقه إلى هنا وقاطعتها مروى في حيرة من أين أتيت بكل هذه المعلومات؟ قلبت نجوة كفيها قائلة إنه أمر بسيط كما تعلمين ضحكت مروى وهي تشير إلى رأسها قائلا بل هو استنتاج صنعه عقلك كالمعتاد أليس كذلك؟ هزت نجوة كتفيها قائلة وماذا في هذا؟ أنت تعلمين أنني عبقرية في علم الاستنتاج أطلقت مروى ضحكة صوفية قبل أن تقول بالطبع وكيف يمكنني أن أنسى؟ لقد أخبرت الكلية كلها بقصة زواج الدكتورة وفاء ورويتي لهم أدق تفاصيل قصة حبها وإصرارها على أن يتم الزواج بسرعة وفي حفل عائلي بسيط ثم عادت الدكتورة من إجازتها لنعلم أن غيبها كان بسبب مرض والدها إن عقد حاجبا نجوة وهي تقول ولكنها كانت ترتبط بعلاقة حب مع الدكتور رجائي الذي حصل على إجازته في نفس الفترة هل نسيت؟ قالت مروى وماذا عن صديقنا أشرف الذي يعمل في المخابرات؟ هتفت نجوة مختجة كان يكثر من الأسئلة هل يمكنك إنكار هذا؟ ابتسمت مروى وربطت على كتفها قائلة لا بأس يا نجوة لا بأس ثم تسعد ابتسامتها وهي تستطرد هل تعلمين ما الذي يجعلني أحتمل استنتاجاتك هذه؟ لوحت نجوة بسبابتها مجيبة إنها عبقرية مالت مروى نحوها هامسة بل لأنك من داخلك طيبة القلب بحق هتفت نجوة بلهجة بدت أقرب إلى الإستنكار أنا؟ ضحكت مروى مرة أخرى من أعمق أعماء قلبها وتراجعت مع ضحكتها الصافية وفجأة انتفض قلبها بين ضلوعها في قوة فقد وقع بصرها عليه على الطالب الجديد الواقع أنه كان وسيما بحق وإلى درجة متهشة وتماما كما وصفته نجوة كان أشبه بنجوم السينما ألم أقل لك؟ هتفت نجوة بالعبارة في خفوط يحمل كل الحماس واللهفة واستمعت إليها مروى جيدا ولكنها لم تستطع النطق بحرف واحد فقد كانت مبهورة وبحق فذلك الطالب الجديد بدأ أشبه بالحلم الذي يمكن أن تحلم به أي فتاة وهي تصنع بخيالها صورة لفتاة أحلامها فهو واسيم طويل قوي البنية جاد للملامح أما ثيابه فقد كانت تجمع بين البساطة والأناقة على نحو يوحي بأنه من أسرى اعتادت الثراء حتى لم تعد تبالي كثيرا بالإصراف في المظاهر وبكل الحماس همست نجوة إنه يشبه نجوم السينما أليس كذلك يشبه الأمير الذي يظهر في أفلام الأساطير ليغامر طوال الوقت من أجل البطلة ليفوز بها في النهاية وتنهدت مع نهاية عبارتها قبل أن تكمل يا إلهي كم أحصد البطلة التي ستلعب الدور أمامه واختلج قلب مروى مرة أخرى مع عبارة صديقتها التي لمست في تلك اللحظة وطرن شديد الحساسية في غياه قلبها فكم كانت تتمنى لو أنها تلعب دور البطلة أمامه في فيلم رومانسي طويل فيلم لا ينتهي أبدا وراح عقلها يحيى ذلك الدور وينسجه وينمقه وفجأة انتفض شيء ما في أعماقها شيء صرخ يستنكر ماذا دهاك يا مروى ماذا أصابك كيف تخدعك عيناك إلى هذا الحد حفظت قطينة في فخ الإنبهار بشكل خارجي فحسب إنه شاب وسيم أنيق ليس هناك أدنى شك في هذا ولكنه لا يعني أنه يناسبك ماذا لو كان تافها مغرورا أو متعاليا ماذا لو أن الثراء الذي يرفل فيه منذ نعومة أظافره كما يبدو واضحا قد دفعه إلى إهمال عقله وثقافته بل ماذا لو أنه يعاني من كل هذه النقائص مجتمعة لا نطقتها فجأة في حدة جعلت نجوى تلتفت إليها مكررة في دهشة لا ماذا تعنين بكلمة لا هذه لم تدري مروى بما تجيبها فتخضب وجهها بحمرة الخجل وهي تقول في توطر لا يشبه أي أمير من أمراء السينما غمغمت نجوى في دهشة أكثر وهل يستحق الأمر كل هذا الانفعال أجابتها مروى في عصبية هو نفسه لا يتحق منك كل هذا الانبهار حتفت نجوى حقا ثم ابتسمت مكملة في مرح إنها واحدة من المرات القليلة التي نختلف فيها إذن بدت مروى عصبية أكثر مما ينبغي وهي تقول فليكن قالتها وهي تسترير وتبتعد عن المكان كله دون أن تضيف حرفا واحدا كما لو أنها تفر تفر من عينيها التين تجاهدان للنظر إلى ملامحه الوسيمة مرة أخرى كانت تفر حتى إنها لم تكتفي بمغادرة المكان في حزب وإنما الكلية كلها فانطلقت عائدة إلى منزلها الذي وصلته في ساعة مبكرة جعلت أمها تستقبلها في دهشة قائلة مروى ماذا حدث سألتها مروى في ديق وماذا يمكن أن يحدث هزت أمها كتفيها قائلة ها اخبريني أنت إنها أول مرة تعودين فيها من كليتك في هذه الساعة مبكرة فالنهار لم ينتصف بعد شعرت مروى بالحيرة وهي تبحث عن جواب مناسب ثم لم تلبث أن قالت في ديق لست أدري كل شيء يبدو سخيفا وغريبا اليوم ولم تكد العبارة تتجاوز شفتيها حتى شعرت بسخافتها وتمنت لو أنها تستطيع استرجاعها قبل أن تلتقتها أمها وتنغمس معها في نقاش عقيم طويل وأنت على حق نطقت أمها في ديق مماثل مع تنهيدة حارة ملتهبة جعلتها ترفع عينيها إليها في دهشة فتابعت الأم في شيء من الأسى والدك أيضا لم يبدو طبيعيا وهو يقطع إجازته التي انتظرناها طويلا ويعود إلى عمله اليوم حمل صوت مروى مزيجا من الدهشة والاستنكار وخيبة الأمل وهي تقول عاد إلى عمله وماذا عن إجازة ورحلة الأسكندرية التي خططنا لها في عطلة نهاية الأسبوع تنهدت الأم في أسى قائلة يمكنك إضافتها إلى كل ما سبق إلغاءه منذ التهق والدك بعمله الجليل لم تكن أول مرة يحدث فيها هذا إلا أنها كانت فرصة لإفراغ انفعالتها فألقت حقيبتها عبر الحجر أو هي تصرخ لا ليس في كل مرة تركتها أمها تعلن عن غضبها وإستنكارها وهي تهز كتفيها وتعود لمواصلة عملها في المنزل قائلة أخبريه هذا عندما يعود كانت وسيلة بارعة من أمها للهروب من مناقشة الأمر كله فهي تعرف مثل ابنتها الوحيدة أنه في كل مرة يتم الاستدعاء والدها على هذا النحو العاجل لا يعود أبدا في اليوم نفسه أو حتى في الأسبوع نفسه بل ولم يفسح مرة واحدة عن سبب استدعائه أو طبيعة عمله أو أين قضى فترة اختفائه كل ما حدث هو أنه ذات مرة وبعد عودته من مهمة ما عثرت أمها في جيب معطفه على بقايا تذكرت حافلة تحمل كلمات ألمانية ومرة أخرى سمعته وهو يتحدث عبر الهاتف بالإيطالية ولقد أبدت يومها دهشتها البالغة من معرفته باللغة الإيطالية فاكتفى هو بابتسامة هادئة وتربيطة على كتفها ثم لاذ بالصمت كعادته ولم يفسح عن الأمر أبدا وكان هذا يثير غضبها وتوترها دوما حتى إنها باتت تبغط الغامض ومريب ومجهول وكانت تسر على أنه من حقها ومن حق أمها أن يعلمان أي عمل يؤدي رب الأسرة بالضبط ففي طفولتها كان يرتدي زيا عسكريا يبدو في شديد الوسامة إلى حد كبير ثم فجأة وفي منتصف مرحلتها الثانوية تخلى عن زي العسكري وأصبح يرتدي ثيابا مدنية وبدأت مرحلة الأسرار والغموض والتوتر كل هذا جال بخاطرها وهي تأوي إلى فراشها في منتصف النهار على غير عادتها وتدس جسدها تحت الأغطية وتذهب في سباة عميغ ولكن يبدو أن ذلك الطالب الجليل الوسيم أبى أن يفارقها حتى في أحلامها فقد كان هناك يحادثها ويرافقها ويراقصها في ساحة رخامية لقصر كبير منيف يطير فوق السحاب وكان هو أمير هذا القصر أمير حقيقي ولقد استغرقت في الحلم حتى إنها لم تستيقظ إلا بعد منتصف الليل استيقظت على صوت والدها وهو يتحدث عبر الهاتف خارج أجرتها مباشرة ولقد أدهجتها بحق عودته السريعة هذه على خلاف المعتاد ودفعتها إلى القيام بعمل لم تفعل مثل في حياتها كلها لقد غادرت الفراش وتسللت على أطراف أصابعها لتلسق أذنها بالباب وتنصت إلى ما يقوله والدها عبر الهاتف كان يتحدث بصوت خافت نسبيا حجب سمك الباب معظمه عن أذنها فلم تلتقت منه ثوى كلمات قليلة جسم غريب الفضاء مطاردة بالمقاتلات كان فضائي كلمات كانت تكفي لتثير في نفسها خوفا موهما وتنسج في عقلها قصة مخيفة تبدو أشبه بما تراه في أفلام الخيال العلمي التي لم ترق لها أبدا مجرد ربط الكلمات كان ينسج القصة العجيبة جسم غريب أتى من الفضاء وطاردته مقاتلتنا قبل أن يخرج منه مخلوق ما مخلوق من كوكب آخر رباه أهذا ممكن؟ هل تتحول روايات الخيال العلمي إلى حقائق بهذه البساطة المخيفة؟ هل؟ أم أن هذا مجرد جزء من الحلم حلمها كانت تدرك تماما أنها قد استيقظت وأن ما سمعته على ليسان والدها حقيقة إلى أنها وعلى رغب من هذا عادت إلى فراشها وأغمضت عينيها وهي تتمنى أن يكون هذا حلما مجرد حلم وبكل ما يعتمل في نفسها أغمضت عينيها وعادت تنام وبمنتهى العم أمي هل عاد أبي أمس؟ ألقت السؤال على أمها في اهتمام فور مغادرتها فراشها في الصباح المبكت فتطلقت إليها أمها في دهشة متسائلة لست أذري هل التقيت به؟ هاتف بسرعة بالطبع سمعت يتحدث في الهاتف بجوار حجرتي حدقت أمها في وجهها بدهشة أكبر وهي تقول في الهاتف ولكن الهاتف معطل منذ ظهور أمس يا مروة هاتفت مروة مستنكرة ويتلتقت سماعة الهاتف معطل مستحيل أنا واثقة أن بطرت عبارتها دفعة واحدة عندما وضعت السماعة على أذنها وفوجئت بأن أمها على حق وفي حيرة حقيقية هزت أمها رأسها قائلة لو أن والدك قد عاد أمس بالفعل فسيدهشني هذا حقا فستصبح أول مرة لا أشعر فيها بعودته في حياتي كلها بدت مروة حائرة متوترة وهي تعيد سماعة الهاتف إلى موضعها مغمغمة ولكن ولكنني سمعته أمس واصلت أمها كأنها لم تسمعها ثم إنه لم يترك أي أثر يشوف عن عودته أو يبرر سرب قدومه وخروجه دون أن نشهر به تضعف توطر مروة وحيرتها وهي تتمتم ربما كان مجرد حلم ابتسمت أمها ابتسامة حانية وهي تقول وكذلك بالتأكيد لم تعلق مروة على كلمات أمها بحرف واحد ولكن حيرتها لم تفارقها أبدا لم تفارقها حتى وهي تستقل الحافلة الخاصة في طريقها إلى كليتها عبر الطريق الصحراء الطويل فهي واثقة من أن والدها قد عاد مساء أمس ومن أنها قد سمعته يتحدث عبر الهاتف سمعته يتحدث عن الفضاء والجسم الغريب والمخلوب لم يكن حلما إنها واثقة بأنه لم يكن كذلك أبدا شغلتها الفكرة طوال الطريق فبدت صامتة شاردة على نحو أفار اهتمام صديقتها نجوة التي مالت على أذنها هامسة أهو الطالب الجديد؟ أدارت مروة عينيها إليها في ضيق وهي تسألها في توطر ألا يمكنك التفكير في أمور أخرى؟ غمزت نجوة بعينها قائلة في خبف ألا يمكنك أنت؟ قالتها وأطلقت ضحية قصيرة ماكرة فأشاحت مروة بوجهها مرة أخرى وغمغمت في شيء من الحدة هيا لا استخافة أنت لا بطرت عبارتها بغتة مع توقف الحافلة المفاجئ واندفع شسدها مع أجساد الآخرين إلى الأمام لحظة قبل أن تعتدل وتقول في عصبية ماذا هناك؟ تركت نجوة مقعدها واندفعت نحو مقدمة الحافلة هاتفة سأعود بالجواب فورا ملت مروة برأسها عبر النافذة محاولة استطلاع سبب قبل عودة صديقتها وانعقد حاجبها وهي تمد بصرها بعيدا بعيدا جدا إلى منطقة تبعد عن الطريق مسافة نصف كيلو متر تقريبا في قلب الصحراء منطقة بدت أشبه بخلية نحل وسط الرمال فهناك كانت كوما من السيارات تحيط بمنطقة ما سيارات عسكرية ومدنية صغيرة وكبيرة عادية ومجهزة وحول تلك السيارات وبينها كان هناك عدد من العسكريين والمدنيين يتحركون ويتناقشون في اهتمام كبير وفي السماء كانت هناك ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية تمشط المنطقة كلها على نحو يوحي بأنها تبحث عن شيء ما شيء مهم جدا شيء ربما يرتبط بي سيفتشون الحافلة حتفت نجوة بالعبارة في صوت خافض وهي تلهث في انفعال شريد فانتزعت مروى من أفكارها وجعلتها تردد في توطر يفتشون الحافلة؟ من هم؟ ولماذا؟ أجابتها نجوة وهي تستعيد مقعدها إلى جوارها العسكريون لقد استوقفوا كل السيارات المرة ويقومون بتفتيشها كلها ثم مالت نحوها هامسة في حماس إنهم يبحثون عن بعض الإرهابيين الذين قاموا بعملية عنيفة أمس وقاطعتها مروى في ضجر كافا لم تكن كلمتها تنطلق حتى برز ذلك الضابط داخل حافلة يتبعه جنيان مسلحان وراح الثلاثة يسيرون في ممرها وعيونهم ترصد وجوه الجميع بنظرة شك متحفزة ويتوقفون عند البعض ليرموهم بنظرات صارمة جعلت نجوة تهمس في لهجة بدت أقرب إلى الجذل العابث هل تعتقدين أنهم سيقفون أحدهم؟ لم تكن تنتهي من همسها حتى توقف الضابط إلى جوارها وقال في صرامة أو راقب لوهلة تصورت مروى أنه يقصد صديقتها نجوة وكذلك تصورت نجوة أيضا ولكن الواقع أن نظراته الحادة كانت تتجه إلى المقعد الذي خلفهما مباشرة وبحركة عالية استضار الإثنان إلى المقعد الخلفي وشاملتهما دهشة واحدة فذلك الطالب الوسيم الجديد كان يجز هناك خلفهما مباشرة وكان غارقا في نوم عميق عميق إلى حد موتهش وبكل دهشة وحيرة الدنيا سألت نجوة نفسها كيف لم تنتبه إليه إلا في هذه اللحظة أما مروى فقط طلعت إلى ملامح الوسيمة التي بدأ عليها توطر شديد مع ارتجافة جفنيه العصبية التي توحي بأنه يعاني من حلم مزعج أو كابوس ثقيل ومرة أخرى وبصرامة أكثر صاح فيه الضابط أوراقك من فضلك انتفض الشاب بحركة عنيفة وكأنه يستيقظ من سباة مضطرب واعتدل في مقعده بحركة سريعة وبدت عيناه محمرتين بشدة وهي تساءل ماذا؟ قرر الضابط للمرة الثالثة أريد مطالعات أوراقك هويتك وبطاقتك الطلابية وكل ما يثبت أختياتك بدت نجوة شديد الإهتمام وهي تتابع الموقف وكأنما ترعب في معرفة ما سينتهي إليه أما مرأة فكل ما شغل بالها هو ذلك الحلم الذي جعله يستيقظ على هذا النحو المضطرب أما الشاب نفسه فقد التقط حافظته في توطر وناولت ضابط أوراقه فطلع هذا الأخي في إهتمام قبل أن يعيدها إليه قائلا أنت طالب جديد في الكلية أو ماء الشاب برأسه دون أن يجيب فسأله الضابط وهو يميل نحو أليس الوقت متأخرا للاتحاق بالكلية؟ لقد شارف العام نهايته عاد الطالب أوراقه إلى حافظته وعادها إلى جيبه وهو يجيب والدي دبلوماسي ولقد عنا إلى مصر مؤخرا فعلت إجابته الضابط يعتدل في احترام ويتجاوزه قائلا فليكن غمزت نجوى مروى عند هذه النقطة قائلة في حماس خافظ ألم أقول لك؟ وماذا قلت لها؟ سألها الضابط الجديد فجأة فارتركت وتخطب وجهها بحمرت الخجل وعجزت عن إجابة سؤال إلا أن مروى أخرجتها من ارتباكها وهي تسأله في اهتمام شديد أخجلها فيما بعد أكنت تعاني من كابوس ما؟ ابتسم ابتسام عذبة وفرك عينيه وهو يجيب ليس إلى هذا الحد يمكنك أعتباره حلما مربكا فحز ثم تسعد ابتسامته وهو يقول معذرة نسيت تقديم نفتي أنا أمير هتفت نجوة مبهور أمير حقا أجابها في هدوء رصين نعم أمير محمود طالب جديد في القاطعته في لهفة نحن نعلم بدت عليه الدهشة لمقاطعتها ولكن مروى سألته في اهتمام لكنتك تبدو غريبة يا أمير أليس كذلك؟ وافقها بإيماء من رأسه وهو يجيب لم أولد أو أحيى صباي هنا هتفت نجوة في حماس هذا أمر طبيعي فوالدك ديبلوماسي ومن الطبيعي أن قاطعتها مروى هذه المرة وهي تسأله وهل كان حلمك مزعجا بحق؟ لم تدره نفسها سر اهتمامها الشريط بحلمه هذا ولكنه بدأ بسيطا وتلقائيا وهو يجيب الواقع أنه بدأ غريبا فحزم غمغمت في اهتمامه حقا وكيف؟ بدأ عليه التردد بلا لحظات حتى إنها شعرت بالخجل فتراجعت متمتمة في توطر وحرج مع ذرا لم أقصد أن قاطعها بإطارة من يده قائلا بلهجة مهذبة لا بأس ربما كان من الأفضل أن يشاركني أحد هذا الأمر المربك بدت نجوة أشد لهفا منها وهي تسأله أي أمر؟ التقط أمير نفسا عميقا وهو يعتدل في مقعده أكثر ويقول سأخبركم وبكلمات واضحة واثقة وأسلوب يشف عن ثقافة جيدة وذهن شديد للترتيب وراح يروي لهما حلمه وتسعت عينا نجوة عن آخرهما في دهشة كبيرة أما مروة فقد انعقد حاجبها في شدة وقلبها يخفق بمنتهى العنف فالواقع أن الحلم كان عجيبا عجيبا ومربكا بالفعل وإلى أقصى حد على الرغم من أن الضباب لا ينتشر في المعتاد في المنطق الصحراوية إلا أن تلك المنطقة أحاط بها ضباب عجيب ضباب ثقيل كثيف محدود ضباب بدى وكأنه الغرض الوحيد من وجوده هو إخفاء ذلك الجسم المستدير الذي حلق بنعومة مدهشة فوق رمال الصحراء وراحة يهبط نحوها على نحو أشبه بسقوط قرص من الإسفنج على أرضية ناعمة وفي هدوء شريد استقر الجسم المستدير فوق الرمال بواسطة ثلاثة أرجل معدنية ذات قواعد واسعة قبل أن تنفتح كوة مستديرة في جانبه ويهبط منها سلم لامع أشبه بزجاج مضيب وعبر ذلك السلم انزلقت ثلاثة كائنات فاضائية كائنات من كوكب آخر كوكب بعيد بعيد للغاية وفي اهتمام واضح راحة الثلاثة يتحدثون معا بلغة لا يعرفها كوكب الأرض كله لغة ذات رنين مكتوم عجيب وبعدها ظهر الكائن الرعبع ومع ظهوره انحنت ثلاثة الآخرون في احترام وتبجيل يوحيان بأنه أعلى شأنا منهم بكثير ولدقاء خمس راحة الأربعة يتحدثون بنفس اللغة ذات الرنين المكتوم العجيب وبعدها عاد أحد الكائنات الأولى إلى الجسم المستدير وأغلقت الكوة خلفه ثم راحة يرتفع عن الأرض ويرتفع ويرتفع حتى اختفى وسط الظلام والفضاء وعندئذ استضارت الكائنات الثلاثة المتبقية الأعلى شأنا والآخران استضرر ثلاثتهم نحو نحو أمير إنه يبدو لي حلما مضحكا نطقت نجوى العبارة وثلاثتهم يسيرون في ساحة الكلية فانعقد حاجباء أمير في توطر في حين تساءلت مروى في ضيغ ولماذا يبدو مضحكا هزت نجوى كتفيها قائلة لست أدري ولكنه يبدو لي أشبه بأفلام الخيال العلمي ذات الدرجة الثالثة التي نسخر منها دوما هتفت مروى معطردة لكنه ليس كذلك إنه أنا أتفق معك نطقا أمير في توطر فالتفتت الإثنتان إليه في دهشة ليتابع سيبدو كذلك حتما لو أنه فيلم سينمائي ولكنه لم يبدو لي كذلك أبدا وسمت اللحظة شرد خلالها بصره قبل أن يكمل في توطر شديد بل ولم يبدو لي حتى أشبه بالحلم تضعفت دهشتهما وهما تحضقان فيه قبل أن تتساءل مروى في شغف قلق كيف بدأ إذن تردد كثيرا هذه المرة قبل أن يجيب في عصبية كحقيقة تساءلت في قلق أكثر وكيف هذا بدت عليه الحيرة وهو يبحث عن الجواب المناسب قبل أن يقول كنت وكأنني هناك أراقبهم بنفسي أو أو توطر أكثر وأكثر وهو يضيف أو أقف بينهم لثوان حضقت فيه بمنتهى الدهشة قبل أن تهدف نجوة لا هذا يتجاوز الحد التفت إليها مروى بحركة حادة وكأنما أغضبها أن تقول هذا أمام أمير الذي هز رأسه مغمغما أنت على حق مرة أخرى هذا يتجاوز الحد نطقها وهو يبدو بائسا محبطا على نحو أثار شفقة وتعاطف مروى إلى حد كبير ولكنها لم تنبس ببنت شفا فلسبب ما كانت تتعاطف كثيرا مع أمير ليس بسبب وسامته أو أناقته أو حتى بسبب ذلك الشعور الجارف الذي تسلل على رغم منها إلى قلبها وراح يزحف ليهيمن عليه كله رويدا رويدا ولكن أن جزءا غامضا من أعماقها كان يؤمن بأن ما رأاه أمير ليس مجرد حلم إنه يتجاوز هذا يتجاوزه على نحو ما فالحلم مهما بلغت سخافته لن يورث مثله ذلك الشعور البائس المضطرب أبدا ولقد ظل هذا الأمر يشغلها ويؤرقها حتى بعد أن عادت إلى منزلها وليس بب مما أيضا راحت طرد بين حلم أمير وحلمها أو واقعها الذي سمعت خلاله والدها وهو يتحدث عن سفينة الفضاء والكائن الفضاء وأمي متى يعود أبي كان سؤالا مباغة منها جعل أمها تتطلع إليها في دهشة بالغة قبل أن تتساءل في حضر ولماذا تسألين إنك لم تحاولي أبدا معرفة هذا من قبل في كل المرات قاطعتها مروة في توطر ولكنني أريده بشدة هذه المرة بدت والدتها حذرة قلقة أكثر مما ينبغي وهي تسألها ترينه بشدة ولماذا ماذا حدث ولم تحر مروة جوابا فهي لا تدري كيف يمكن أن تخبر والدتها بما لديها بل ولا تدري حتى لماذا تريد والدها هذه المرة ما الذي يمكنها أن تخبره به ماذا لديها لتقوله أحنقها كل ذلك الغمود الذي يحيط بها طوال الوقت والذي تبغضه أشد البغض وحاولت أن تقاوم مشاعرها وهي تقول في حدة ينبغي أن يكون هنا إننا أسرته وعليه أن يولينا رعايته وعنياته هذا واجبه تطلعت إليها أمها بقلق أكثر قبل أن تمين نحوها وتربط على شعرها قائلة في حنان بالطبع مروه إنه واجبه تجاهنا وهو يبذل قصار جهده للتوفيق بين واجبه تجاهنا وواجبه تجاه وطن ووطننا ومهما بلغت مشاغله فهو يعود كل حين وآخر ليطمئن علينا وعلى أمننا وسلامتنا ولم تسمع مروه باقي كلمات أمها لقد توقفت هنا كله عند كلمات بعينها مهما بلغت مشاغله فهو يعود كل حين وآخر يعود يعود أمي لقد كان أبي هنا نطقتها بمنتهى الحزن وهي تواجه أمها وتطلع إلى عينيها مباشرة فارتبكت الأم وهي تغمغم مضطربة هنا؟ ماذا تعني؟ بدت مروه صارمة وهي تجيب أبي كان هنا أمس لم يكن حلما لقد سمعته يتحدث في الهاتف وأطلت من عينيها نظرة غاضبة وهي تضيف لقد كان هنا يا أمي وتطلعت الأم إلى عيني ابنتها مباشرة ولم تنبز ببنت شفا كان من الواضح أنها تعاني صراعا ما في أعماقها في أعماق أعماق قلبها وفكرها وعقلها صراع حسم وهي تجلس على أقرب مقعد إليها قائلة في استسلام وماذا في هذا؟ إنه منزله كانت مروه تنتظر الجواب بلهفة وعلى الرغم من هذا فلم تكن تنطقه أمها حتى انتفض جسدها كله وعجزت ساقاها عن حملها فاستندت إلى الجدار وهي تغمغم بصوت منفع المبحوح إذن فقد كان هنا تطلعت إليها الأم باستسلام بائس قبل أن تنهض وتلتقط سماعة الهاتف وتطلب رقما غير مألوف رقم تابعته مروه ببصرها ولكنها لم تتعرف أبدا ولكن قلبها خفق في عنف وعقلها يتوقع الجواب قبل أن تقول أمها عبر الهاتف بنفس الاستسلام فكري مروى تعرف الحقيقة لم يعب وسعي إخفاء الأمر عنها تعال فورا لو أمكنك هذا ثم أنهت الاتصال وعادت تجلس على مقاعتها في استسلام فسألتها ابنتها بنفس الصوت المبحوح الهاتف لم يكن معطلا أليس كذلك؟ هزت الأم رأسها نفيا وغمغمت في خفوط والدك رفع سماعة هاتف حجرة النوم وطلب مني أن أخبرك بأمر العطل كانت فرصتنا الوحيدة هي أن تتصوري أن الأمر كله مجرد حلم سألتها مروى والمكان يدور حولها وكيف عرف ابتسمت الأم ابتسامة حانية وهي تجيب والدك حاد السمع ولقد التقط صوت عودتك إلى الفراش وأدرك أنك سمعت محادثته الهاتفية غمغمت مروى كنت تعرفين رقم هاتفه الخاص طوال الوقت أليس كذلك؟ هزت الأم رأسها نفيا وقالت إنني لم أتحدث إلي لو أنك تصورت هذا لقد اتصلت بجهاز إجابة آلي وأمليته ما أريد ولست أدري حتى ما إذا كان هذا الجهاز في مكتبه أم أن هناك ما يبلغه باتصالاتنا عند الضرورة تمتمت مروى وقد بلغ خفوط صوتها منتهى المهم أنه سيعلم الآن لم تنطق إحداها بعدها بحرف واحد لأكثر من ربع ساعة كاملة كل ما حدث هو أن مروى لم تعد قادرة على الوقوف فاتخذت الأريكة المجاورة وجلست عليها صامتة وفجأة انفتح باب المنزل ودخل والدها وبكل لهفة الدنيا هتفت الأم فكري لقد كنت قريبا أليس كذلك؟ أجابها وهو يتجه ببصره إلى مروى مباشرة كنت في طريقي إلى هنا عندما أبلغوني بالأمر تطلعت إليه مروى بعينين دامعتين وهو يتجه نحوها ويجلس إلى جوارها على الأريكة ثم يقول كنت أحاول حمايتكما فحسب ما تجهلانا لا يمكن أن يؤذيكما بالتأكيد خفضت عينيها متمتمة أعلم هذا ضمع إليه في حنان وهو يقول حياة شديدة طاقيد وأمك تعرف مدى قطورتها ولم نشأ أن نقحم مشاعرك الرقيقة في الأمر وقاطعته فجأة أبي لدي ما أخبرك به ابتسم ابتسام أكثر حنوا وهو يقول كل آذان مزغية يا بنيتي ترددت لحظة قبل أن تقول إنه يتعلق بما سمعتك تتحدث عنه سألها في شيء من الاهتمام ألديك أي معلومات؟ قالت في سرعة ليس معلومات وترددت لحظة قبل أن تضيف إنه حلم تراجع رأس والدها وهو يهتف في دهشة حلم كانت تخشى أن يهزمها توطرها وقلقها فينعاقد لسانها وتعجز عن قول ما لديها أمام والدها لذا فقد حسمت أمرها واندفعت تروي له كل شيء وبكل التفاصيل في البداية تصورت أن رد فعل والدها لن يختلف عن رد فعل النجوة وأنهما قد يشعران أن الأمر مضحك بأكثر مما هو مهم لذا فقد أدهشتها تلك النظرة الصامتة التي تبادلها قبل أن يسألها والدها بمده الاهتمام ومتى حدث هذا؟ متى رأى زميلك أمير ذلك الحلم الذي بدا له كالحقيقة؟ أجابته في سرعة في اللحظة التي استوقفنا فيها العسكريون انعقد حاجبا والدها في شدة ونهض من مقعده وتحرك في المكان بدأ لحظات قبل أن يغمغم وكأنه يحدث نفسه في نفس الدائرة إذن هذا قد يعني الكثير ثم التفت إليها قائلا في حزن أريد أن ألتقي بزميلك هذا سألته في لهفة واهتمام هل تعتقد أن حلمه قاطاها قبل أن تلقي سؤالها إنها ليست أول حال لدينا اتسعت عينها في دهشة ويتسأله أهناك آخرون؟ أو ما برأسه إيجابا قبل أن يتطلع إلى عينيها مباشرة ويجيب ولكن ليس بهذا الوضوح اتسعت عينها عن آخرهما في حين انعقد حاجبا أميها ويترمقه بنظرة عتاب تجهله تماما وهو يعود للجلوس إلى جوار مروى قائلا فلسبب ما ربما يرتبط بتكنولوجيا شديدة التطور أو بقدرات فوق طبيعية نجهل كينونتها استطاع زميلك هذا بوضوح يفوق الآخرين أن يلتقط موجات عقل بعض الكائنات الفضائية التي هبضت منذ ما يقرب من شهر في المنطقة التي استوقفكم العسكريون عندها قالت مروى في دهشة منذ شهر؟ ولكن شيئا لم يحدث قبل صباح عمس تنهد الوالد قائلا لم نكن نعلم أين حدث الهبوط بالضبط تسألت مروى في حضر شديد ثم علمتم أشار الوالد بيده مجيبا مع الهبوط الثالث الذي رصدته وسائلنا الجريدة التي عملنا على تركيزها حول المنطقة كلها وتوقف فجأة عن الاستطراب والتفت إليها قائلا ولست أظم أنه بإمكاني أن أخبركم بالمزيد حطقت مروى في وجهه بدهشة حائرة وكأنما يعجز عقلها عن استيعاب هذا الأمر بأكمله أو كأنه لا يبدو شبيها بالحقيقة من قريب أو بعيد فابتسم والدها في شيء من التوتر قائلا هذا يشبه أفلام الخيال العلمي التي لا تحبينها أبدا أليس كذلك؟ هزت مروى رأسها وهي تغمزم بصوت مبحوح من فرط الإنفعال لم أعد أرى أين الفاصل بين الحقيقة والخيال نهض والدها مرة أخرى وتطلع إليها في صمت لبعض الوقت قبل أن يجيب في حزم شديد زميلك أمير تطلعت إليه حائرة وكأنما لم تستوعب الموقف كله فتابع بنفس الحزم الشديد لا بد أن ألتقي به وأن يروي تفاصيل حلمه هذا لعدد من المتخصصين ومستحيل قاطعته مروى بهذا الهتاف العصبي الذي جعله ووالدتها يحضقان فيها بمنتهى الدهشة قبل أن يسألها هو ولماذا مستحيل؟ قالت بنفس العصبية سيبدو الأمر كما لو أنني قد كشفت سره الذي اتمنني عليه أنا وزميلتي نجوة فقط انعقد حاجبا الوالد وهو يقول في انتباه نجوة تعلم أيضا هتفت بعصبية أكثر وماذا في هذا؟ التقط والدها نفسا عميقا وهو يتطلع إليها طويلا في صمت قبل أن يتبادل نظرة أخرى مع أمها ثم يربط على كتفها قائلا لا شيء يا مروى لا شيء يا بنيتي هدئي ربما كان الأمر كله مجرد حلم سألته في توطر بالغ فماذا لو لم يكن كذلك؟ دفع الأب ابتسامة هادئة إلى شفتيه ويقول لن يضار أحد يا مروى صدقيني لن يضار أحد أبدا نطق كلماته في هدوء واثق إلى أنها لم تشعر أبدا بالهدوء أو بالثقة وطول الليل لم يغمض لها جفن لقد ظلت تتساءل عما يمكن أن يفعله والدها مع أمير أو نجوة وتتساءل وتتساءل حتى أشرقت الشمس وفي الموعد اليومي المعتاد استقلت الحافلة الخاصة بالكلية ولم تكن تلمح أمير ونجوة داخلها حتى اندفعت نحوهما وسألت الأول في اهتمام شديد أمير أنت بخير؟ أطلت الدهشة من وجهه وعينيه وهو يقول بالتأكيد لماذا تسألين؟ انعقد حاجبها نجوة وهي تشير بيليها قائلة في خبف ربما لأنها لم تشعر حتى بوجودي جلست مروة على المقعد المجاور لهما وهي تغمغ في ضيق ربما هتفت نجوة ضحكة هل سمعت ما قالت؟ لم تتوقف عن التعليق على الأمر لحظة واحدة بعد انطلاق الحافلة وابتسم أمير ابتسامة هادئة راقية وهو يستمع إليها في صند في حين بدت مروة واضحة الضيق والتوتر والحافلة تنطلق عبر الطريق الصحراوي ولا ليس مرة أخرى هتفت نجوة بالعبارة عندما لمحت من النافذة ذلك العسكري الذي يستوقف الحافلة قبل أن تضيف في غضب ماذا يتصوروننا؟ مجموعة من الإرهابيين أم طلاب كلية للقتل المحترفين؟ غمغمت مروة في ضيق متوتر لا عليك إنهم يؤدون ويجبهم فحسب مع آخر حروف كلماتها صعد الضابط والجنديان أنفسهم إلى الحافلة ولكن أبصارهم مشطتها في سرعة هذه المرة قبل أن يتجه الضابط نحو أمير مباشرة ويقول في لهجة أرادها مهذبة إلا أنها حملت على الرغم منه الكثير من الصرامة أمير محمد ركان أليس كذلك؟ ارتفع حاجبا نجوة في لهجة في حين بدى الغضب على وجه مروة وأمير يجيب في توطر نعم هو أنا شد الضابط قامته وهو يقول أرجو أن تتبعنا من فضلك نريدك أن تجيب بعض التساؤلات البسيطة وسنوصلك بعدها إلى كليتك سالما ردد الشاب في اضطراب متوتر تساؤلات؟ أي التساؤلات؟ شد الضابط قامته أكثر واكتسب صوته المزيد من الصرامة وهو يجيب بلهجة عسكرية صرفة ليس عندي أدنى فكرة إنني أنفذ أوامر رؤسائي في حزب بدت نظرات أمير عصبية مضطربة وهو ينهض ويسير معهم إلى خارج الحافلة ورأتهم نجوة يقودونه إلى سيارة مدنية سوداء ذات زجاج داكن يمنع رؤية ما بدخلها فهتفت بكل الدهشة ماذا يريدون منه؟ إن والده دبلوماسي أما مروة فقد عضت شفتيها بكل غضب الدنيا وهي تتمتم لن أغفر لك هذا يا أبي لن أغفر لك أبدا في نفس اللحظة التي نطقت فيها عباراتها كان أمير يدلف إلى المقعد الخلفي للسيارة السوداء الكبيرة وهو يغمغم في الطراب ولكن ماذا فعلت؟ إنني لم فعطاه صوت هادئ من داخل السيارة يقول اهدى يا فتى لن يؤذيك أحد هنا حضق أمير في الرجل القوي هادئ الملامح أنيق الملبس الذي يجلس داخل السيارة والذي يتابع بل على العكس إننا سنعمل على حمايتك لم يدري أمير ماذا يقول بالضبط إلا أنه جلس إلى جوار ذلك الرجل وهو يغمغم ماذا تريدون مني؟ أجابه الرجل في سرعة تفاصيل حلمك هتف أمير في دهشة مظهورة حلمي؟ مال الرجل نحوه وهو يبتسم قائلا دعني أقدم لك نفسي العقيد فكري من الأمن المصري وتسعت ابتسامته وهو يضيف ووالد مروة زميلتك مروة هتف أمير بأنفاس مبهورة حقا؟ تراجع العقيد فكري في مقعده وتابعه بلهجة ودود وبابتسامة كبيرة توحي بالثقة لم يكن من الصحيح أمنيا أن أخبرك بهذا فهل تعلم لماذا فعلت؟ تمتم أمير بنفس الأنفاس المبهورة لماذا؟ أجابه وإبتسامته تتسع أكثر وأكثر لأثبت لك إننا لن نؤذيك أبدا كان أسلوبه المباشر هذا ناجحا إلى حد مدهش فقد جعلت كلماته الشاب يسترخي في مقعده والسيارة تنطلق بهما وهو يغمغل بالتأكيد بالتأكيد ربط العقيد فكري على كتفه في هدوء شريط قبل أن يسأله في جدية واهتمام والآن قص علي تفاصيل حلمك التقد أمير نفسا عميقا قبل أن يسأله في توطر أي حلم؟ بدت ضيق في صوت العقيد فكري وهو يقول في شيء من الصرامة هل ستبدأ العبث معنا؟ هز أمير رأسه في قوة قائلا مطلقا يا سيدي ولم تراوتني حتى هذه الفكرة ولو للحظة واحدة الواقع أنني كنت أسألك أي حلم ترغب في معرفته؟ ذلك الذي راودني صباح أمس أم صباح اليوم؟ استضار إليه العقيد فكري بحركة حادة وحطق في وجهه لحظة بدهشة بالغة قبل أن يسأله أهناك حلم آخر؟ أو ما أمير برأسه بمنتهى التوتر؟ فانعقد حاجبال عقيد فكري وهو يسأله أكان بنفس الوضوح تضعف توطر أمير عدة مرات وهو يجيب في صوت خافض وكأنما يمنعه انفعاله من النطق بل أكثر وضوحا ثم ازدرد لعابه وبدأ صوته أقرب إلى البكاء وهو يضيفه ففي هذه المرة فهمت لغتهم وأضار عيني معذبتين إلى العقيد فكري مكملا فهمت كل ما يقولوه وتراجع العقيد فكري في حدة فما سمعه من الفتى كان مفاجأة مفاجأة مدهشة لا لا يمكن أن أروي النص الفاعل لحوارهم نطق أمير العبارة في توطر ردا على سؤال أحد الخبراء الذين أخاطوا به داخل قاعة خاصة في جهة أمنية عليا ثم هز رأسه في قوة وهو يتابع في شيء من العصبية لكنني أعرف فحوى حديثهم سأله أحد الرجال في لهجة بضت صارمة على الرغم من محاولتهم تخفيف التوتر المحيط بالأمر كله وكيف تعرف هذا دون أن تفهم لغتهم بدت حيرة شديدة على وجه أمير وهو يجيب لست أدري هتف رجل آخر في شيء من الحدة وكيف هذا؟ تدخل العقيد فكري قائلا في حزب من الواضح أيها السادة أن هناك اتصال فكري قد حدث بوسيلة ما بين تلك الكائنات الفضائية وهذا الشاب في لحظة مرور بمنطقة هبوطهم الأولى اعتدل رجل الطويل وقال في صرامة ولماذا هو بالذات؟ أجابه العقيد فكري في صراء لأنه كان نائما التفت إليه أمير في دهشة شاركه إياها الجميع فتابع في حزب لا توجد دراسة واحدة مؤكدة حول قدرات العقل البشري أثناء النوم ولكن البعض يشير إلى أنه قد يصبح أكثر حساسية وأكثر قدرة على استقبال المؤثرات العقلية الخارجية لو أتيحت له الظروف المناسبة لهذا ظهر رجل أكبر سنا يبدو من هيئته وأسلوبه الواثق أنه أكبر رب ومكان من الآخرين وقال في هدوء عجيب لو أن الأمر كذلك فهذا يعني أنك مصدر مع دماتنا الوحيد أيها الشاب تطلع إليه أمير في صمت قلق فتجعل رجل نحوه وجلس على المقعد المجاور له وهو يقول في هدوء أكثر وواجبك يحتم عليك في هذه الحالة أن تعتصر كل خلية في مخك لتمنحنا ما نريد غمغم أمير سأفعل كل ما تطلبونه ابتسم الرجل وتراجع في مقعده في استرقاء مدهش وهو يقول عظيم يا أمير عظيم استعدادك للتعاون يثلج صدورنا بحق ولكن هناك مشكلة ثم مال نحوه أشار إلى رأسه مضيفا بابتسامة هادئة فعقلك الواعي لن يمكنه أن يتذكر ما هو أكثر من هذا إن عقد حاجباء العقيد فكري وهو يتطلع إلى رجل هادئ في توطر حذر في حين غمدم أمير في عصبية ماذا تعني؟ ابتسم الرجل ابتسامة أكبر وهو يتراجع في مقعده مرة أخرى ويعقد كفيه أمام صدره قائلا التنويم المغناطيسي ازداد إن عقاد حاجبي العقيد فكري في شدة في حين انتفض جسد أمير في عنف هاتفا التنويم المغناطيسي؟ ماذا تعني يا سيدي؟ اعتدر الرجل بحركة مفاجئة انتفض لها جسد أمير مرة أخرى ثم أجاب في صرامة مبغطة الخضوع للتنويم المغناطيسي يحرر الذكريات المحتجزة في عقلك الباطن ويسمح لك باسترجاعها وبأضاق التفاصيل فإذا ما وفقت على الخضوع له قد يمكنك أن تروي لنا ما ضار بين تلك الكائنات الفضائية في ضقة ووضوح قال العقيد فكري عاجزا عن إخفاء توطره ألا يمكننا أن نعرف ما لديه أولا يا سيدي؟ أضار الأكبر ردب عينيه إليه في صرامة فاصدرد لعابة بتمتما أعني أننا قد نجد فيه ما يكفينا فلا نحتاج إلى جلسات التنويم المغناطيسي هذه هتف أمير في صرع وكأنه يتشبث بهذا الاقتراح سأخبركم بكل ما لديه انعقد حاجباء الرجل بضع لحظات في شدة ثم عاد يعقد ساعدي أمام صدره قائلا فليكن اصدرد أمير لعابة في صعوبة من فرط توطره قبل أن يقول إنهم هنا من أجل الأمير هتف أحد الرجال في دهشة من أجل من؟ اصدرد أمير لعابة مرة أخرى قبل أن يجيب من أجل الأمير أمير كوكبهم سأله أكبر ردبة في اهتمام شديد وماذا عنه؟ بدأ أمير حائرا متوترا وهو يبلل شفتيه الجافتين بلسانه قائلا قوة ما استعمرت كوكبه ووسيلتهم الوحيدة للوصول إلى شريات الحب هي القضاء عليه حتى تفنى العائلة الحاكمة كلها سأله أحد الرجال في اهتمام شديد هل تعني أنه يختفي هنا؟ شرط بصر أمير على نحو عجيب وهو يقول جيشه المندحر صنع خلايا قوية للمقاومة تتطور وتزداد قوة في كل يوم يمضي وينبغي له أن يختفي تماما حتى تحين اللحظة المناسبة ليعود إلى كوكبه ويقود جيش المقاومة في ثورة تحرير حاسمة قرر عجل نفسه في اهتمام أكثر إنه يختفي هنا إذن؟ واندفع آخر يتساءل في لهفة بالغة في أي تهيئة يختفي؟ في أي شكل؟ شرط بصر أمير أكثر وأكثر وزاغت عينا على نحو عجيب وراح عرق بارد يتصبب على جبينه وهو يغمغم في شكل آدمي سكان كوكبه لهم قدرة خاصة على على ازداد العرق البارد غزارة على جبين أمير وتصبب على وجهه كله وجسده يرتجف على نحو عجيب وبدأ من الواضح أنه يبذل جهدا رهيبا لدفع الكلمات خار الشفتي ولكنها تجاهد للبقاء في حلقه وفجأة تجمد بصر أحد الرجال في المكان واعتدل في وقفة صارمة مباغتة جعلتها زميله المجاور يسأله في دهشة ماذا دهك رجل؟ ولكن الرجل انتزع مسدسة في سرعة كبيرة وأضاره نحو رأس أميم مباشرة وهنا واثب العقيد فكري وبكل خفته وقوته ومع واثبته دوت فرقاة مكتوما في المكان انقطع إثرها الطيار الكهربي بغتة وساد الظلام داخل القاعة الكبيرة في قوة ذلك المبنى الأمني الشهير ثم دوت رصاصة وسط الظلام رصاصة تألق وبيدها لحظة وسط الظلام واقترن بصوت قتال عنيف وبصرخة الأكبر ردبة أغلقوا الأبواب فورا لا تسمحوا لأي كائن بالخروج من هنا لم تمدي لحظات على صرخته حتى أضيئت الأنوار الاحتياطية وغمرت ضوء المكان واتسعت العيون كلها في ذهول فوسط القاعة كان الجميع هناك فيما عدا ثلاثة الرجل الذي كان يطلق النار وأمير والعقيد فكري فبوسيلة ما وعلى الرغم من الأبواب المغلقة بإحكام ورجال الأمن في كل مكان اختفت ثلاثة تماما ودون أدنى أثر هاي نحن هنا هتفت نجوة بالعبارة في مرح باهد وهي تلكز مروة بملفقها داخل حافلة الكلية في الصباح التالي فالتفت إليها مروة بعينين محمرتين منتفختين وهي تقول في حزن شديد لست في مزاج يسمح بالمرح اليوم تلفتت نجوة حولها وكأنما تخشى أن يسمعها أحد ثم مالت نحوها هامسة بسبب غياب أمير أليس كذلك؟ هتفت مروة في مرارة بل بسبب هذا الأسلوب السخيف بذى لحظة وكأنها ستكتفي بهذا القول إلا أنها لم تلبث أن أضافت في عصبية كيف يختفي أمير على هذا النحو بعد استحابهم له أمس المفترض أننا بلد حرب وفي أي بلد حرب لا ينبغي أن يتم إلقاء القبض على مواطن دون تحديد تهمته ودون معرفة مكان احتجازه تراجعت نجوة في دهشة لم تلبث أن تحولت إلى شيء من الخبث وهي تقول لا تحاولي إقناعي بأنك قد أصبحت شديدة الاهتمام بالأمور السياسية فجأة ثم عادت تميل نحوها وتهمس في مرح الأكثر منطقية هو نداء قلب كلا هتفت مروى بالكلمة في حدة ثم حاولت الاسترخاء في مقعدها ومتابعة الطريق من نظراتها الخاوية وهي تعود شفتيها في مرارة ولسنها عاجز عن الإفصاح عما يعتمل في نفسها لماذا فعل والدها هذا؟ وأين اختفى مع أمير؟ أين؟ وكان كل ما تعنيه بالاختفاء في ذهنها هو أنها ومنذ صباح الأمس لم تسمع كلمة واحدة عن والدها أو عن أمير وربما كان هذا من حسن حظها فهي لم تكن تعلم أن الأمر يتطور إلى اختفاء فعلي اختفاء غامض عجيب للغاية أريد أجوبة واضحة بأي ثمن علقى رجل الأمن الأكبر ردبة العبارة في صرامة بالغة داخل تلك الجهة الأمنية العليا وهو يزيح كل تقارير الفحص من أمامه في حدة وقبل أن يضيف إننا أعلى جهة أمنية في البلاد ودخول مبنان أو الخروج منه أمر يخضع لإجراءات مشددة وتأكيدات قوية فكيف يمكن أن يختفي ثلاثة رجال هكذا فجأة وأمام أعيننا جميعا خلال ثوان معدودة دون أن يتركوا خلفهم أدنى أثر تبادل الرجال أمامه نظرة متوترة قبل أن يتنحنح أحدهم قائلا خبراءنا لم يعلموا حتى لماذا انقطع الطيار الكهربية سيدي لقد فحصوا الشباكة كلها ولم يجدوا سببا واحدا لهذا انعقد حاجب الرجل وتراجع في مقعده وهو يحك ذقنه في توطر قبل أن يتساءل وماذا عن كاميرات المراقبة ماذا سجلت في اللحظات التي سبقت انقطاع الطيار واختفاء رجلين وذلك الشاب الغامض عاد الرجال يتبادلون نفس النظرة المتوترة ثم قال أحدهم وهو يشير بيده إشارة خاصة الأفضل أن ترى بنفسك يا سيدي مع إشارته أظلم آخر الحجرة في حين ضغط ثالث زر تشغيل الفيلم الذي التقطته كاميرات المراقبة للموقف كله وعلى الشاشة الكبيرة ظهر الرجال وهم يستجوبون أمير حتى وصلوا إلى اللحظة التي سيفسح فيها عن هوية ذلك الأمير الفضائي وعندئذ بدى وجه زميلهم أنور عجيبا عجيبا الغاية ففجأة ودون سابق انظار تجمدت نظراته وامتقع وجهه وتراجع في وقفة ثابتة في حين كان العقيد فكري يحدق فيه بنظرات ثاقبة توحي بأن ما يحدث قد جذب انتباهه بشدة بل بمنتهى الشدة ثم انتزع أنور مسدسة وأضاره نحو أمير وعلى رغم أن الشاب الذي تملكه هلع رهيب كان يجلس في منتصف المسافة بين أنور وفكري فقد واثب هذا الأخير كالفهد واثبة تتجاوز بمرونتها ما يمكن أن تصنع سنوات عمره التي تبلغ الأربعين وانقطعت الأضواء لها بغتة ومع انقطاعها لم تتوقف كاميرات المراقبة عن العمل لأنها تتصل كلها بمصدر كهربي مختلف ولكنها لم تنقل سواء الظلام ظلام دامس استغرق ثوان قليلة قبل أن تعود الأضواء إلى العمل وتظهر الصورة مرة أخرى ولكن دون الأفراد الثلاثة أنور وفكري وأمير وكان الموقف أكثر إثارا للحيرة والدهشة وبكل الحيرة غمغمر أكثر ردبة مستحيل ونقر بأصابعه سطح مكتبه بضع لحظات قبل أن يتابع في حزن من الواضح أننا نواجه أمورا تفوق إدراكنا وإمكانياتنا يا رجال أو أننا نواجه تكنولوجيا شديدة التطور تتجاوز كل ما عرفناه أو حتى تخيلناه طوال عمرنا ثم نهض من مقعده وشبك كفي خلف ظهره وهو يتحرك في الحجرة مواصلا على نحو يبدو كأنه يحدث نفسه وليس هم فبوسيلة ما التقت ذلك الشاب مع دار في عقول كائنات الفضاء وأدرك ما أتوا من أجله بل ولو صدقنا قصته فهو يعرف هوية أميرهم الذي يختفي من غزاة كوكبي هنا وصمت لحظة إنعقد خلالها حاجبه في شدة ثم استطرد واعتبارا من هذه النقطة وبغض النظر عن فارق التكنولوجيا والتطور فالأمور ستسير وفقا لما يحدث هنا في أي الظروف مماثلة هناك من سيسعى خلف أمير لكشف هوية الأمير خمغم أحد الرجال ومن سيسعى خلفه لمنعه من كشف هوية ذلك الأمير أيضا أشار كبيرهم بسبابته قائلا بالضبط اندفع آخر يقول وهذا ما فعله أنور أعني ما حاول أن يفعله أضاف ثالث في شيء من الحماس بالتأكيد ففي اللحظة التي هم فيها ذلك الشاب بالإفصاح عن هوية الأمير الفضائي استيقظ جهاز إنذار تم زرعه في عقل زميلنا أنور بوسيلة ما فسحب مسدسه كما رأينا جميعا منذ الحضار وحاول القضاء عليه انعقد حاجبا كبيرهم وهو يشير بيليه قائلا وهذا يعني أنهم قد نجحوا في اختراق عقولنا وتجاوز نظم أمننا على أعلى مستوى شخصي بوسائل نجهل طبيعتها تماما بحيث أصبحوا يمتلكون السيطرة الكاملة على الموقف ويمكنهم تحريك الأمور في الاتجاه الذي يحقق لهم أكبر استفادة ممكنة تبادل الرجال نظرة عصبية قبل أن يقول أحدهم أيعني هذا أيضا أننا قد أصبحنا عاجزين عن مقاومتهم أشار كبيرهم بذرعيه كليهما وهو يجيب في مرار إننا عاجزون حتى عن معرفة ما أصاب رجلين والشاب الذي كنا نستجوبه قاطعه رنين هاتفه الشخصي المباغد فالتقطعه بحركة سريعة ورفعه إلى أذنه قائلا ماذا هناك؟ انعقد حاجبه في شدة وهو يستمع إلى محدثه قبل أن يقول في حزم متوتر سنصل على الفور ثم أنهى المحادثة وعاد الهاتف إلى جيبه وهو يرفع عينيه إلى رجاله في توطر مضاعف قائلا لقد عافروا عليهم وكانت مفاجأة قوية للجميع لم تدري مروى لماذا انقبض قلبها بغتة على هذا النحو العجيب كانت تستقل حافلة الكلية عائدة إلى منزلها مرورا بتلك المنطقة التي ما زال العسكريون يقيمون حولها سياجا بشريا عندما أصابتها فجأة تلك الحالة العجيبة الحالة التي جعلت جسدها كله ينطفض ودفعت زميلتها نجوة إلى أن تسألها في دهشة قلقة ماذا حدث؟ هزت مروى رأسها في قوة قائلا لست أدري إنه شيء ما لم تستطع إكمال عبارتها وهي تشيح بوجهها عبر النافذة فتمتمت بصوت مختنق وهي تشير إلى صدرها هنا هنا كان صوتها شديد الخفوض وعلى الرغم من هذا فقد هتفت نجوة مستنكرة ومندهشة هنا في قلبك أومأت مروى برأسها إيجابا دون أن تنبس ببنت شفا فتابعت نجوة في شيء من الشرف وما اسم ذلك الشيء؟ الحب غمغمت مروى كفا سخافا مالت النجوة نحوها وهمست ما زلت تفكرين في أمير أليس كذلك؟ انفرجت شفتها مروى وهمت بقول شيء ما وهي تتابع بصرها ذلك النشاط المتزايد في تلك المنطقة الصحراوية البعيدة من الطريق الرئيسي وفجأة انتفض قلبها بل انتفض كيانها كله وبونتها العنف هذا لأن بصرها قد وقع عليهم هناك على أمير ووالدها وباقي الرجال لم تكن المسافة التي تفصلها عنهم تسمح برؤية التفاصيل أو حتى بالرؤية الواضحة ولكنها رأتهم وعرفتهم وميزتهم جيدا وبكل الانفعالات الجارفة التي زلزلت كيانها هتفت إنهم هنا بدأ وكأن نجوة قد وثبت إلى الأمام وهي تهتف في لهفة من؟ ارتجف صوت مروى مع سبابتها وهي تشير بعيدا مجيبة أبي أبير والآخرون قلت رينهم؟ حاولت نجوة أن تستنفر كامل بصرها وهي تمد إلى أقصى مداء قائلة في حيرة كان لا بالطبع إنهم بعيدون جدا أبعد من أن يمكنني رؤية وجوههم ثم التفتت إليها مستطرضة في حيرة أكثر كيف رأيتهم أنت؟ أجابتها مروى في توطر شديد لقد رأيتهم في وضوخ تام أمير كان مرهقا الغاية أما أبي والرجل آخر فكانت ثيابهما ممزقة على نحو يوحي بأنهما قد قاصي الكثير هتفت نجوة هل رأيت كل هذا؟ وعادت تمد بصرها بعيدا محاولة رؤية أي التفاصيل إلا أنها لم تلبث أن هزت رأسها في توطر حائر مغمغمة عجبا ولم تحاول مروى التعقيب على قولي هذا فبالنسبة لها كانت واثقة مما رأت حتى وإن كانت تجهل كيف استوضخت ربما هو قلبها بالفعل قلبها الذي تجاوز حدود المسافة ورأى ما رأى ولكن ما يشغل بالها وعقلها وكانها كله الآن ليس كيف رأت ما رأت وإنما ما الذي يعني ما رأت ما يشغل بالها بالفعل هو ما الذي حدث هناك في قلب الصحراء نعم هذا هو السؤال السؤال الغامض للغاية ما الذي حدث بالضبط ألقى صاحب الرب الكبير سؤاله في حزن لم يخلو من ذلك التوتر الشريد الذي يسري في أعماقه فهز أنور رأسه في حيرة عصبية وهو يجيب لست أدري يا سيدي أقسم لك لست أدري لقد كنا جميعا هناك في القبو نستجود ذلك الشاب عندما شعرت وكأن شيئا ما قد تفجر في أعماق أعماق عقلي ويخيل إليه أنني قد أغلقت عيني لحظة ثم فتحتهما لأجد نفسي هناك في قلب الصحراء مع الشاب نفسه وسيادة العقيد فكري أضار صاحب الردب الكبير عينيه إلى فكري الذي أشار بيده قائلا في توطر هذا نفس ما شعرت به عندما وثبت محاولا منعه من إطلاق النار انعقد حاجب الرجل وهو يقول في عصبية الشاب أيضا لم يشعر سوى بالأمر نفسه سوى ما يتفجر في عقله ثم استعادت الوعي هناك في قلب الصحراء لم ينبس أنور أو فكري ببنت شفة وكأنما لا يجدان جوابا لما حدث أو تفسيرا منطقيا له فلوح الرجل بذراعيه قائلا في عصبية حتى التنويم المغناطسي لم يسفر عن شيء هذا كل ما تحوي عقولكم الواعية وعقولكم الباطنة أيضا قلب أنور كفيه في حيرة شديدة متوترة في حين انعقد حاجباء فكري وهو يغمغ في حذر يبدو لي أجبه بانتقال زمكاني مفاجئ هتف الرجل في عصبية انتقال ماذا؟ أجابه فكري في سرعة زمكاني يا سيدي إنه مصطلح يستخدم للانتقال عبر الزمن والمكان في آن واحد حدق رجل فيه بضل لحظات قبل أن يسأله في عصبية هل كنت شديد الاهتمام بالعلوم في حدثتك على هذا النحو؟ أو ما أفكري برأسه مغمغبا؟ إلى حد ما يا سيدي ظل الرجل يبدو ضلع إليه بضل لحظات في صمت قبل أن يعود إلى ما خلف مكتبه ويقول في حزن اختيارك لهذه المهمة كان مناسبا بحق إذن ابتسم من فكري ابتسام باهته وهو يقول أكثر مما تتصور بكثير يا سيدي وافقه الرجل بإيماء من رأسه قبل أن يتراجع في مقعده ويقول في بطء لقد راجعنا أوراق ذلك الشاب مغنته الدقة خلال فترة اختفاؤكم غمغم فكري في هدوء أنا واثق من أنها كلها سليمة يا سيدي أو ما أراجل برأسه مرة أخرى قائلا هذا صحيح ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه مضيفا في حزب ولكن الأوراق يمكن تزييفها لنعقد حاجباء أمور في توطر شريد في حين قال فكري في دهشة تحمل لمحة من الاستنكار لنا نتحدث عن أوراق بالغة التعقيد يا سيدي أشار الرجل بيده مجيبا في صرامة ونتحدث أيضا عن تكلولوجيا تفوقنا بكثير أيها العقيد تراجع فكري متمتما هذا صحيح رمقه الرجل بنظرة طويلة قبل أن ينهد من خلف مكتبه مرة أخرى ويعقد كفيه خلف ظهره قائلا لهذا طلبت إجراء عملية فحص ردد فكري في حضر عملية فحص أو ماء رجل برأسه إيجابا وقال في صرامة أكثر نعم عملية فحص شاملة وبلغة الدقة أيضا فحص طبي بكل وسائل معروفة والممكنة فحص لا يترك خلية واحدة في الجسد كله يمكن أن تحمل نوا مجهولة الهوية غمغم أنور في توطر ولكن ذلك الفتى ابن أحد الدبلوماسيين وربما يستخدم والده نفوذه وقاطاه رجل بكل صرامة الدنيا ما من شخص أو شيء يمكن أن يقف أمام الأمن القومي وسلامة الوطن ثم شد قامته مضيفا بنفس اللهجة لذا فقد أمرت بإجراء الفحص الشامل فور إتمام الاستعداد لهذا تبادل أنور وفكري نظرة متوترة قبل أن يتساءل أول ومتى سيستعدون لهذا مع أول ضوء من صباح الغد غمغم فكري هذا يعني أن الفتى سيقضي ليلته هنا وقاطاه الرجل في حدة ليس الفتى وحده ثم انعقد حاجباء مرة أخرى وهو يضيف بكل الصرامة الفحص سيشمل ثلاثتكم ارتفع حاجباء أنور في شدة في حين هتف فكري مستنكرا ثلاثتنا أجابه الرجل في صرامة أكثر نعم ثلاثتكم لقد مردتم معا بتجربة مذهلة ولابد من التيق من أنها لم تترك فيكم أثرا وأزداد إنعقاد حاجبيه في شدة ويكمل أدنى أثر وشملت توطر جسد أنور من قمة رأسه وحتى أخمص قدميه أما فكري فلم ينطق بكلمة كلمة واحدة انتصف الليل ولم يعد والدها بعدها هذا ما جال بخاطر مروة وهي تنكمش في فراشها وقلبها ما زال يخفق في توطر مستجع كل لحظة مما رأته ظهر اليوم لم يكن باستطاعتها نسيان المشهد أبدا الظعر والحيرة على وجه أمير وملابس والدها وزميله الممزقة وحالة التوتر في المنطقة ترى ما الذي يمكن أن يجمع بين كل هذا لم يكن السؤال قد فارق ذهنها بعد عندما فتحت والدتها الباب وهمست بإسمها لم تكن لديها أدنى رغبة في التحدث إلى أي مخلوق في تلك اللحظة لذا فقد ظلت صامتة وهي تتطلع إلى والدتها التي تقدمت نحوها وجلست على طرف فراشها قائلا لا يمكنك النوم مثلي أليس كذلك؟ أو ماء برأسها إيجابا دون أن تنبس ببنت شفة فابتسمت أمها ابتسامة حانية هادئة وتحسست شعرها مغمغمة لا تسمحي لهذا الشيء بالسيطرة على مشاعر كلها تمتمت مروى في توطر أهي شيء اتسعت ابتسامة أمها وحملت المزيد من الحنان وهي تميل نحوها وتقبلها في جبينها قائلة ذلك الشيء الذي يشغل عقل كله منذ عودتك من الكلية كانت قبلة أمها أشبه بسحر عجيب فلم تكن تنطبع على جبينها حتى ضار رأسها كله وراحت في سوبات عميق عميق للغاية وإلى أقصى حد وفي نومها رأت نفسها هناك في تلك البقعة من الصحراء إلى جوار ذلك الجسم الفضائي المستدير ولم تكن وحدها كان والدها إلى جوارها وكذلك أمها كانت تقف وسطهما متطلعة إلى الأفق البعيد حيث راح قرس الشمس يغوز ويغوز ويغوز ثم فجأة ظهر هذان المخلوقان مخلوقان شبيهان بالبشر في تكوينهما ولكن لهما رأسان كبيران وبشرة قمراء داكنة وانقض المخلوقان على ثلاثة في وحشية عجيبة وأستلى كل منهما سلاحا مخيفا من طيات ثيابه وقبل أن تطلق هي صرخة رعب أزحها والدها جانبا وهو يهتف بأمها احميها بحياتك وأستلى سلاحا مماثلا وأضيأت المنطقة كلها بضوء الأشع القاتلة وانتفض جسد مروى في عنف واستيقظت ومع استيقاظها المفاجئ فتحيت عينيها عن آخرهما وحضقت فيما أمامها ثم عاد جسدها كله ينتفض وبمنتهى القوة ومنتهى الرعب فأمامها مباشرة في عالم الحقيقة وليس في عالم الأحلام كان يقف المخلوقان نفس المخلوقين الذين رأتهم في حلمها البشع الوجهان الكبيران والبشرة الحمراء الداكنة والأسلحة القاتلة التي ارتفعت نحوها في صراموها وأضيأت الحجرة بالأشع القاتلة الحجرة كلها شبك رجل الأمن الأكبر ردبة أصابع كيفيه أمام وجهه وهو غارق في التفكير العميق خلف مكتبه مع تجاوز عقارب الساعة منتصف الليل وكل لمحة من ملامحه تشف عن توطر لا محدود وإنزعاج تجاوز مداه الأقصى ففي أعمق أعمق عقله كانت تشتعل فكرة غريبة غريبة ومخيفة إلى أقصى حد وعلى الرغم من غرابتها وإستحالتها فقد سيطرت على عقله تماما واستولت على كيانه كله حتى لم تترك فيه ظرة واحدة للهدوء أو التعقل وللقد استغرق فيها رجل الأمن حتى النخاع ثم فجأة وبحركة حادة اعتدل في مقعده وضغط زر الاتصال بمدير مكتبه وهو يقول أريد مشاهدة الفيلم مرة أخرى سأله مدير المكتب في حظر أي فيلم؟ أجابه رجل الأمن في صرامة الفيلم الذي سجل واقعة أنورد مع ذلك الفتى لم يكن من حق مدير المكتب أن يناقش رئيسه لذا فقد قام بكل الإجراءات اللازمة وأحضر الفيلم المطلوب خلال عشر دقائق في حزم وضغط رجل الأمن زر تشغيله ورح يطالعه بمنتهى الاهتمام مرة وثانية وثالثة وفي كل مرة كان توقف طويلا عند تلك اللحظة التي أخرج فيها أنور مسدسه وصوابه ثم انقض فكري توقف لمشاهدتها بحركة بطيئة وكمشاهد ثابتة ومتحركة ومع المرة الخامسة لم يستطع مدير مكتبه تمالك نفسه فسأله فيه اهتمام شديد ما الذي تبحث عنه بالضبط أجبه الرجل في حزم الحقيقة تساءل مدير مكتبه في حضر بالغ أيض حقيقة استضر إليه رجل الأمن ولوحى بسبابته في وجهه ويقول في حزم أكثر نعم هذا هو السؤال الفعلي واعتدل اليابين نحوه مضيفا أيض حقيقة بالضبط تلك التي ينبغي أن نبحث عنها بدت الحيرة واضحة على وجه مدير مكتبه فعاد يتراجع في مقعده ويتابع وكأنه يحدث نفسه صحيح أننا نواجه أمرا عجيبا لا خبرة لنا في مواجهته وربما لا قدرة لنا على مواجهته أيضا ولكنه وفي كل الأحوال يخضع للقاعدة نفسها التي وضعها أرثر كوناندويل على لسان بطل شيرلوك هولمز منذ قرن من الزمان تقريبا لو استبعنا المستحيلات فكل ما يتبقى هو الحقيقة مهما بلغت غرابتها هز مدير مكتبه رأسه مغمغما وهذا يضعنا أمام سؤال آخر يا سيدي أين هي الحقيقة وأين المستحيلات هتفرج الأمن في حماس مفاجئ بالضبط ثم ارتقط ورقة من مفكرته وخط عليها اسم أحد رجاله وهو يدفعها نحو مدير مكتبه قائلا أريد الملف الكامل له سأراجعه بنفسي ورقة بورقة بدت دهشة بلغة على وجه مدير مكتبه وهو يلقي نظر على الاسم وقال في توطر ولكنه يا سيدي أحد الله قاطعه رجل الأمن في حزم أريد أيضا فحص حجرته الاحتياطية فورا قال مدير مكتبه في توطر أكثر إنه هناك حتما يا سيدي فوفقا لأوامرك يقوم بعض الزملاء على حراسته وقاطعه رجل الأمن في صرمة أفحص حجرته الاحتياطية ثم تراجع مرة أخرى وشبك أصابع كفيه أمام وجهه وهو يقول في تفكير عميق متوتر فمن يدري ما الذي يمكن أن تجدوه هناك من يدري وكان على حق فمن يدري من؟ من المذهل أن مرأته مروى كان حقيقة وليس خيالا المخلوقان الفضائيان في حجرتها كان حقيقيين ويصوبان سلاحيهما القاتلين نحوها وفجأة اقتحمت أمها الحجرة اقتحمتها ويتحمل سلاحا مماثلا لذلك الذي يحمله مخلوق الفضاء الذين استدار نحوها في شراسة فصرخت مروى في رعب أمي ومع صرختها أطلقت الأم أشعة سلاحها القاتلة نحو أحد المخلوقين فأضاءت به الحجرة كلها قبل أن ترتطم بصدره وتقتلعه من موضعه في عنف وتطيح به عبر الحجرة ليصطدم بالجدار بمنتهى القوة ثم يسقط أرضا ولكن المخلوق الآخر أطلق أشعة سلاحه نحو الأم وأطلقت مروى صرخ أكثر رعبا عندما أصابت الأشعة جانب أمها أسقطتها أرضا عندما ادخل حجرة وفي وحشية رهيبة استدار المخلوق نحو مروى وصرخ بكلمات غاضبة بلغة لا مثيلة لها على كوكب الأرض لغة بدت وكأنها لم تسمع مثلها في حياتها كلها ولكنها ولسبب مما فهمتها وعرفت ما تعنيه أو ما يعنيه ذلك الجزء الذي نطقه المخلوق منها موتي أي تهل وقبل أن يكمل صرخته ظهر والدها في الحجرة ظهر فجأة وكأنما نبت من العدم وهو يحمل سلاحا مماثلا يصوبه نحو المخلوق قائلا بكل الصرامة بل مت أنت أيها المستعمر وتراجع المخلوق بحركة حادة واستدار نحو والدها وانطلقت الأشعة القاتلة وأطاحت بالمخلوق الفضائي بمنتهى العنف واتسعت عينا مروعا آخرهما وانعقدت الكلمات في حلقها فلم تستطع النطق بحرف واحد أما والدها فلقد ألقى عليها نظرة ليتأكد من أنها بخير قبل أن يندفع نحو أمها ويفحصها بسرعة ويسألها هل أصابك؟ أجابته الأم وهي تنهض في بط أصاب الغلاف الخارجي فحسب وهو يلتأم بسرعة كما تعلم واتسعت عينا مروعا أكثر وأكثر ليس للكلمات التي تبادلها ولكن لتلك اللغة التي استخدمها والتي استخدمها الأب في حديثه مع ذلك المخلوق الفضائي الأخير اللغة ذات الرنين المكتوم العجيب اللغة الفضائية ولكن الذي أفزعها أكثر وأكثر هي أنها فهمتها فهمت كل حرف منها قبل حتى أن يتجه والدها نحوها ويربط على كتفها قائلا بنفس اللغة العجيبة لقد حانت اللحظة سألته مروعا بكلمات مرتجفة أية لحظة؟ ولم تكن الكلمات تتجاوز شافتيها حتى صرت في جسدها كله قشعريرة وباردة كالثلج فقد نطقتها باللغة نفسها اللغة ذات الرنين المكتوم العجيب أما والدها فقد ابتسم وملامحه تتموج على نحو عجيب وهو يجيب لحظة العودة وصمت لحظة ثم أضاف في احترام بالغ وقد اختفت ملامحه الأرضية وحلت محلها ملامح كوكوه الأم يا سمو الأميرة ظهرت من خلف الأم بالملامح الفضائية نفسها واستعاد ذهن مروة الحقيقة كلها دفعة واحدة الحقيقة التي أخفتها تكنولوجيا شديدة للتطور والتقدم في جزء مظلم من أعمق أعماق عقليها حتى لا ينكشف أمرها حتى لنفسها الحقيقة التي قرأها عقل زميلها أمير بوسيلة ما وهو غارق في النوم خلفها تماما في الحافلة وكأميرة الكوكب وأمله الوحيد في استعادة حريته بعد الخالق عز وجل نهضت مروة من فراشها في رسانة ووقفت شامخة وهي تقول لحارسيها الشخصيين المخلصين هل تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يضار أحد هنا أو ما الحارس القوي الذي لعب دور والدها لسنوات طوال برأسه في احترام وهو يقول كان كل شيء سينكشف حتما مع الفحص الطبي الشامل الذي قرروا إخضاعي له تركيبنا التشريحي الداخلي المختلف عنهم كان سيقودهم إلى الحقيقة وكذلك تركيبنا الخلوي الذي يحوي طاقة إضافية تتيح لنا إمكانيات لا يمكن أن تتوافر في جنسهم بصورة طبيعية أضافت الحارسة التي لعبت دور أمها على الأرض والآن سيكشفون اختفاءه من حجرته على رغم من الحراسة المحيطة بها داخل مبناهم الأمني وسيزعجهم هذا بشدة لأنه يتجاوز إضراقهم بكثير ابتسم الحارس الأب متابعا ولكن الخطاب الذي تركته خلفي سيوضح لهم الحقيقة كلها وسيكشف لهم أن أمير مجرد بشري مثلهم يمتلك عقلا له إمكانيات خاصة أتاحت له التوغل في ذكرياتك الخفية في لحظة سمحت خلالها الظروف بهذا وعندما يراجعون فيلمهم الأمني سينتبهون إلى أن زميلهم أنور كان أسير سيطرة عقلية خارقة أمكنها أن تتوغل في عقل أمير ومنه إلى عقلي لتكشف أنني لست أرضيا وسيدركون أنه عندما دفعت تلك السيطرة أنور إلى نزع سلاحه كان ذلك ليطلق النار علي أنا ولكن وجود أمير بيني وبينه أوحى بأنه كان يهم بإطلاق النار عليه هو رفعت مروى رأسها في اعتزاز وهي تقول ولهذا هاجمت ودفعته مع أمير عبر الحاجز زمكاني باستخدام تكنوليجياتنا الخاصة أو مع الحارس الأب برأسه قائلا كانت هذه الوسيلة الوحيدة لتحرير أنور من السيطرة العقلية الفائقة وتأكيد ما تصوره الجميع مع آخر حروف كلماته ذات الرنين المكتوم التقطت حواسهم شديدة التطور والقوة صوت إطارات السيارات التي توقفت تحت منزلهم فاعتدلت مروى في شموخ أميرة وقالت كنتم على الحق حانت لحظة العودة ليبدأ كوكبنا ثورة التحرير اقترب ثلاثتهم من بعضهم ومروى تنتبه أخيرا إلى سر حواسها القوية المتطورة التي طالما أدهشت أصدقائها ووقفت بين حارسيها الشخصيين مرفوعة الرأس والحارس الأم تقول سيكشفون الآن أن أوراقنا كلها مزورة ولكن بتكنولوجيا لا يمكنهم كشفها قط قام غمال حارس الأب وتكنولوجيا جعلتني ألتحق بأكبر أجهزتهم الأمنية دون أن ينكشف أمري تمتمت مروى وثلاثتهم يلتصقون ببعض بالتأكيد استعرض ذهنها في تلك اللحظة صور زملائها وأصدقائها على رأسهم نجوة وأمير فمالت الحارس الأم تهمس في أذنها وكأنها علمت ما يضول في عقلها هل ستفتقيدينهم؟ أجابتها في حزم بالتأكيد كان وقع أقدام الرجال يقترب من المنزل ثم لم تلبث قبضاتهم أن راحت تضرب بابه في قوة فاستطردت في خفوت ولكن الوطن طوق كل اعتبار مع آخر حروف كلماتها اقتحم الرجال المكان وهبط ذلك الشعاع غير المرئي من مكان ما بالفضاء وفي نفس اللحظة التي اقتحم فيها رجل الأمن وفريقه خجرة مروة كان جسدها وجسد حارسيها المخلصين يتلاشيان داخلها وتنطلق ظراتهما عبر الفضاء عبر الزمان والمكان وبكل ذهول الدنيا هتف أحد الرجال رباه ما هذا حدق رجل الأمن في الحجرة الخالية بضع الحضار قبل أن يلتقط نفسا عميقا ويقول في حزن الفصل الأخير ولم يفهم رجاله ما يعنيه بقوله بالضبط ولكن أحدهم لم ينطق بكلمة وحدة على الإطلاق ولكن لماذا؟ نطقت الأميرة السؤال داخل جسم الفضائي المستدير الذي نقلهم الشعاع غير المرئي إليه وهي تتطلع عبر نافذة سميكة في جانبه إلى كوكب الأرض الذي يبتعد بسرعة مدهشة فمالت الحارسة الأم نحوها متسائلة في حنان ماذا تعنين بكلمة لماذا؟ قالت الأميرة في خفوت لماذا تحدث أمير عن أمير الفضاء وليس أميرة فضائية؟ ابتسم الحارس الأب قائلا الكلمتان لهم المنطوق نفسه في لغتنا والجنسان متساويان تماما في كوكبنا أما هنا فما زالوا يتعاملون مع الذكور باعتبارهم الأكثر مكانا لذا فعقلي التقط ما تصور معه أن الهدف هو أمير وليس أميرة غامغمت الأميرة وهي تقاوم حزنا دفينا في أعماقها ربما كان هذا من صالحنا أو مع الحارس الأب قائلا في حنان؟ بالتأكيد وفي تلك اللحظة انتقل الجسم الفضائي المستدير إلى السرعة فوق الفائقة السرعة التي تكاد تبلغ سرعة الضوء نفسه ولأنه يعرف طريقه جيدا فقد انطلق نحو مصار دولي خاص يختصر المسافة الزمكانية إلى عالمه وكوكبه ذلك الكوكب الذي يستعد لثورة عارمة على الطغاء المستعملين فور وصول رمز المقاومة والشرعية الأميرة